اعلن الملحق العسكري الايراني في دمشق العميد ابو القاسم علي نجاد ان مستشاري الجمهورية الاسلامية العسكريين سيبقون في سوريا بناء على اتفاقية دفاعية تم توقيعها هذا الاسبوع قال نجاد ان استمرار تواجد المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا هو احد بنود الاتفاقية الدفاعية والتقنية بين طهران ودمشق على حد قوله وتم في وقت سابق الاعلان عن توقيع الاتفاق المرتبط بالتعاون الامني والذي تم خلال زيارة اجراها وزير الدفاع الايراني امير حاتمي الى سوريا ويسعى النظام الايراني من خلال هذه الاتفاقية الى شرعانة الوجود العسكري للحرس الثوري الايراني الذي يقدم الدعم هو الاخر للميليشيات الموالية لايران حيث تقوم هذه الميليشيات بتنفيذ انشطة الطهران الخبيثة في الاراضي السورية وهو الامر الذي اطال امد الحرب في سوريا